السؤال بقى كده بجد يعني هو ليه أنا النهارد لما روح ألاقي أنزل ألاقي كده بلطي ب 36 جنيه ليه ألاقي البوري ب 60 و 70 ما تكلمش بقى على الأصناف التالي صحيح أتكلم كمان على الأسواق الشعبية طبعا أنا بنزل نلاقي في الأسواق الشعبية صحيح إيه اللي بيحصل ده وإيه أسباب طبعا أنا برشكر حضيك على الصدافة الكريمة دهيت ودي مع المؤنس حسين يعني صديق العزيز والصديق رحلة كفاحك رغم الصغر تظنه إلا أنه في الحقيقة لها شوط كبير في هذا المجال أنا عايز أقول أن زي ما عددك تفضلت النهارد ده أصبحت واحدة من المشاكل الكبيرة اللي بتواجه المستهلك هو ارتفاع أسعار المنتجات الغزائية نعم فيه تراجعة في بعض السلع فيه زيادة في بعض السلع الأخرى ومن ضمنها الأسماك لكن قلينا نقول أن النهارده عملت إنتاج السمك في مصر وخاصة الإنتاج البولتي أصبحت هي ما هيش الفكر اللي كان موجود من 10-15-20 سنة اللي هي فكرة أننا بنزل البحر أصطاد واجيبه لنزله السوق وحسب حالة السوق السعر بيتحدد النهارده أصبحت صناعة إنتاج الأسماك وتسمح لي أقول لك أنها أصبحت صناعة مرتبطة بمدخلات إنتاج النهارده إنتاج السمك في مصر وصل إلى رقم في الحقيقة إحنا مكناش نحلم به حتى في بداية حياتنا في الزيادة في الزيادة إحنا بننتج النهارده مليون وثمانمائة ألف طن سمك بعد ما كنا بننتج في 250 ألف طن في بداية التمانينات نعايز أقول لحضراتك أن السمك هو السلعة الوحيدة المنتج الزراعي الوحيد على مستوى العالم وخاصة في مجال الزراع أو الزراع السمكية الحقيقة التفارات بمعدلات نمو عالمية من 7 لـ 8 لـ 10 إحنا وصلنا هنا في مصر لـ 12% معدل نمو سنوي رقم مهول ده خلى نتيجة زيادة الطلب على الأسماك أصبحت البحار زي ما حدثت تفضلت في البداية عندنا البحر المتوسط عندنا البحر الأحمر عندنا نهر النيل عندنا خمس محيارات شمالية عندنا خمس محيارات داخلية غير كافية أنها تغطي احتياجاتنا من الأسماك فالوسيلة الوحيدة كانت هي للزراع السمكية الزراع السمكية مرتبط حضرتك هو دلة لمدخلات إنتاجه مدخلات إنتاجه اللي هي عبارة عن الأعلاف اللي بيأكلها الزريعة اللي بتخش العمالة اللي هي بتعمل في هذا المجال مهول صياد بس بينزل يستغط بمعداته ويرجع لأ ده أصبح فيه استغلاك فيه طاقة بتستغلك فيه طاقة بتبزل في المزرعة من حيث الآلات من حيث السهلات كهرباء كل ده أدى في النهاية كمحصلة إلى أن الأسعار ارتفعت ولكن سمح لي أقول لحضرتك ارتفعت بمعدل قدية يعني خلينا اتفضل أنا هارد على النقطة دي خلينا نقول حضرتك أن الأسعار كانت من خمس سنين أو من ست سنين من قريب كانت نص الرقم ده بالضبط إيه اللي حصل إحنا حضرتك بنأكل أعلاف مرتبطة بمواد غام بتيجي من الخارج مرتبطة للأسف الشديد بسعر دولار ده ضاعف للرقم قد أدى في النهاية ويمكن المؤنس حسيني يقدر تتكلم في ده أحسن مني الرقم بدلا ما كان من الكلام على طن العلف كلم على 3 تلاف جنيه وأربعة تلاف جنيه النهارة أصبحت أن الهلف بـ 8 تلاف جنيه تمام لما نبص للكلام ده هوت هنجد حضرتك في النهاية إن سعر الحقيقي للسمك ما زادش هو زاد على النسعة أحسن أنها زادت لكنه المدخلات بتاعته المدخلات الإنتاج زودت العصار ترجمة نانسي قنقر